أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكنا وصلنا إلى ترجمة صحابي الحديث ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكرنا مبدأ أمره وأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباهة لما قال له إنك غلام معلم أو إنك غليم معلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان ضعيفا لا أقصد ضعف البنية فقط وكان ضعيف البنية كما سأذكر فيما بعد لكنه كان لم يكن ينتمي إلى عشيرة قوية في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت إذ قال أبو جهل من يأخذ سلى جزور بني فلان وكان جزور ذو بحب الأمس السلى الكرشة بتاعة الجزور الجمل فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد فانبعث أشقاها وهو عقبة ابن أبي معيت أخذ سلى الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا يستضحكون ويميل بعضهم على بعض قال ابن مسعود لو كانت لي منعة أي لو كانت لي عشيرة تحميني من بطش هؤلاء لا رفعت هذا السلى من على ظهره صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ظل ساجدا كما هو لم يتحرك حتى قضى سجوده وأخبر إنسان فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جارية تسعى حتى طرحت هذا السلى عن ظهره عليه الصلاة والسلام وأقبلت على هؤلاء الصناديد تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا فلما دعا وقال اللهم عليك بقريش ذهب عنهم الضحك وكانوا يخافون دعوته فدعا عليهم جميعا يقول ابن مسعود فلقد رأيت هؤلاء يجرون إلى قليب بدر أي أن هؤلاء الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتلوا جميعا يوم بدر وظل ابن مسعود فقيرا يعني كان ضعيف العشرة كان ضعيف العشيرة عفوا كان ضعيف العشيرة كان ضعيف البنية وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديثه رضي الله عنه قال كنا نجدني الأراك الأراك اللي هو الشجر اللي بيطلع منه السواك فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قال يا رسول الله من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد وفي مسند الإمام أحمد وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند حسن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يركب شجرة وأن يأتي له بشيء فلما نظر الصحابة إلى دقة ساقيه ضحكوا أيضا فقال مما تضحكون قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه فقال عليه الصلاة والسلام لهما أثقل في الميزان من أحد إذن كانت عشيرته ضعيفة وكان ضعيف البنية وكان فقير كما في الصحيحين من حديث زينب الثقافية وهي امرأة ابن مسعود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن فلما سمعت زينب هذا قالت لابن مسعود وكان رقيق الحال يعني كان فقيرا لكن امرأة زينب كانت غنية تخرج الزكاة فقالت لابن مسعود اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساله هل يجوز لي أن أعطيك من زكاة المال قال لها سليه أنت فذهبت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ووقفت على الباب فلقيت مرأة أخرى اسمها زينب أيضا سألتها يعني ما الذي أقدمك قالت جئت أسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي برضو نفس نفس المسألة وهم الاثنين وقفين على الباب جاء بلال فزينب امرأة بن مسعود كلمت بلالا وقالت له سلي النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاة مالي أم لا ولا تخبره من أنا أشوف يعني الستر الستر على الزوج لا سيما إذا كان فقيرا والمرأة هي اللي تتصدق على زوجها حتى ابن مسعود نفسه أبى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينكشف حاله فهي يعني فهمت القصة يعني لم يرد في رواية من طرق في طريق من طرق الحديث أن ابن مسعود يعني قال لها لا تخبري من أنت ولا الكلام ده لا لا لم يكن شيء شيء من هذا لكن المرأة فهمة مسألة فلذلك قالت لبلال لا تقول من أنا لكن لما دخل بلال وسائل النبي عليه الصلاة والسلام قال له من السائلة ما يقدرش به بلال يقول له لا أو الكلام قال زينب قال أي الزيانب يعني ورده شوف النبي سعى 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 زينب برضو زينب وخلاص المدينة فيها أكثر من زينب قال أي الزيانب قال مرأة ابن مسعود قال نعم لها أجران لها أجران أجر الصلة وأجر القرابة هي كانت برضو عزة تصرف هذا المال ل يعني أولاد أخي لها كانوا أيتاما فقال لها أجران يبقى ابن مسعود كان زي ما قلت لكم ضعيف من كل الاتجاهات لم يكن له منع وكان ضعيف البنية حتى أن الريح كانت تكفأه كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرته من مسنى إمام أحمد كانت الريح تكفأه من شدة ضعفه ونحافته لو هبت الريح تقلب على ظهر وكان فقيرا ومع ذلك كان مقربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الذي رفعه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت أنا وأخي من اليمن ولقد ظللنا زمانا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت لكثرة ما كنا نراه وأمه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان له خصوصية ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي إذنك أن إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك شوف يعني إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي السوادي والسر يعني فأقول له أذن لابن مسعود أن يدخل بيته في أي وقت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أحدا من الناس سرا كان ابن مسعود يدخل لأن ابن مسعود اختص بثلاثة أشياء كما قال أبو الدرداء قال لعلقمة ابن قيس أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد كان ابن مسعود على طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيده كان هو ليلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل وكان هو الذي يهتم بسواكه يقوم على سواكه وهو صاحب الوساد حتى أن عبد الرحمن بن يزيد قال لحذيفة أخبرنا أو حدثنا عن أقرب الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرب الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن مسعود أقربهم أقربهم وسيلة من الله وزلفا واختص أيضا بشيء ما علمناه لأحد من الصحابة كما في الحديث الصحيح من حديث مسعود أيضا قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فدخل المسجد فكان ابن مسعود يصلي من سورة النساء فلما وصل إلى مئة آية من سورة النساء ركع وجعل يدعو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابن مسعود مش شايفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد هو أبي بكر وعمر لا ابن مسعود بيصلي وصل عند مئة من سورة النساء وركع يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل تُعْطَه سل تُعْطَه سل تُعْطَه فلما انتهى ابن مسعود من صلاته ذهب إليه أبو بكر لما أصبح أبو بكر يبشره يبشره بيه أن دعاءه استجيب ليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سل تُعْطَه فأبو بكر صديق الصبح بدري كده ذهب للمسعود وقال له الذي جرى وسأله ما الذي دعوت به فقال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد أهدبأ ليه الذي استجيب لابن مسعود نبي صلى الله عليه وسلم قال سل تُعْطَه في نصف النهار كذا عمر بن خطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرى فوجد أبا بكر سبقه فقال يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى شيء إلا سبقني نحن نوع من الأخوة شوف لما يعرف أن النبي عليه وسلم قال سل تُعْطَه فرحان فرحان لأبد الله بن مسعود أنه استجيب له وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه فلما أصبح انقلب إليه يبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بقى في هذه الحادثة قال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل عشان كده ابن مسعود لما يعني قالوا له اقرأ على قراءة زيد أبى وقال على قراءة من تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد والله لقد أخذت سبعين سورة من فرسول الله أي من فمه صلى الله عليه وسلم وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان وكان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه فضائل الحقيقة ابن مسعود فضائل كثيرة وقد توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة نيف وثلاثين يعني في حدوث سنة ثلاثين وثلاثين توفي ابن مسعود رضي الله عنه وعافاه الله عز وجل أن يرى الفتنة التي فتحت على المسلمين بمقتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر